في الأسبوع التاسع عشر من الحمل يؤدي التغير في حجم الرحم إلى تغيير طريقة عمل قوة الجاذبية على الجسم حيث أن أسفل الظهر يسحب إلى الأمام في الحين أن بطنك يسحب إلى الأمام وإلى الأسفل إضافة إلى ذلك تظهر تأثيرات التغيرات التي يسببها هيرمون أبليكسين في جسمك حيث تشعرين بألام في الظهر إن الأسبوع التاسع عشر من الحمل هو جزء من أسابيع الحمل التي تشكل فترة هادئة نسبيا إن الغسيان والقيء قد زال تقريبا منذ الأسبوع السادس عشر من الحمل والآن لا توجد لديك صعوبات في التنفس والتي ربما سوف تبدأ فقط في الثلث الثالث ربما أنت الآن أكثر هلوءا والسبب انخفاض ضغط الدم إن ضغط الدم يكون منخفض خلال كل فترة الحمل لأن هناك مقاومة منخفضة للأوعيات الدموية أي أن الأوعيات الدموية تكون أكثر مرونة وتكيف جلدك يخضع لتغيرات عديدة التغيرات التي تطر على جلدك لا ينبغي أن تقلقي منها فهي سوف تزول عندما ينتهي الحمل مثل نقط الوجه والخط الموجود على أسفل البطن والنقط الموجودة في المنطقة العليا للزراعين والطفح الجلدي أو الشامات القاتمة جميعها تغيرات طبيعية مرتبطة بزيادة مستوى هيرمون الاستروجين وهو الهيرمون الأنسوي في جسمك الآن أنت في منتصف السلس الثاني من الحمل لديك شعور جيد في هذا الأسبوع تكون أذني طفلك متطورتين جدا يمكنه الآن أن يسمعك عندما تتكلمين وأنت غير مضطرة إلى التوقف عن الحديث السخيف في الوقت الراهن ولكن يجب أن تبدأ بأخذ ذلك في الحسبان في هذا الأسبوع يبدأ تكون وتصلب العظام في جسمه إن حواس الشم والتزوق والبصر والسمع كلها موجودة في عملية تطور الجنين الآن خلال هذه الفترة يكون الجنين قد طور بالفعل أنماط نوم عادية مماثلة لتلك التي تكون عند المولود الجديد لدى العديد من الأجنة في هذه الفترة وضعية مفضلة للنوم إن بعض الأجنة يفضلون النوم مع وضع الزقن على الصدر في حين أن آخرين يفضلون النوم بحيث تكون رؤوسهم إلى الخلف بحسب دورات نوم الجنين في جسمك يمكنك أن تعرفي هل سيكون طفلك القادم هادئاً أم مفرط النشاط بين الأسبوع السادس عشر والأسبوع العشرون من الحمل يجب عليك أن تخضعي لفحص البروتين الجنيني وهو فحص المسح البيوكيميائي هذا الاختبار يجرى للكشف عن خطر وجود تشوهات في العمود الفقري عند الجنين ولتقدير مخاطر إصابة الجنين بمتلازمة دون بالإضافة إلى ذلك يمكنك البدء بالتحدث عن فحص مسح الأعضاء المتأخر الذي هو في الواقع فحص الموجات فوق الصوتية الشامل وهو فحص مسح مكمل لفحص المسح المبكر على الرغم من أن هناك نساء يكتفين بهذا المسح والمعروف بفحص المسح المتأخر هذا الفحص ينصح به بشدة حتى لو تم إجراء فحص مسح الأعضاء المبكر ذلك للتأكد من عدم تطور عيوب خلقية في الأسابيع التي تلت المسح المبكر إذا لم يتم إجراء فحص المسح المبكر فمن المستحسن أن تخضع لفحص المسح المتأخر منذ هذا الأسبوع وحتى الأسبوع الثاني والعشرون من الحمل هناك عقبات عند إجراء هذا الفحص مرتبطة ببنية جسم المرأة على سبيل المثال فهو يكون أكثر صعوبة عند النساء البدينات ترجمة نانسي قنقر